السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وغالياتي مرحبا بكم كامل نورتوني في قناتي نقول لكم ان شاء الله هاد الوصفة عايحة تعجبكم ستقوني من أروع وألذ وأبنوا أسهل الوصفات أنا في حياتي ما ذقتش حاجة بدون طهي كما هذه رائعة ابننا بزر صلوا سلموا كامل على رسول الله ونقول لكم حطوا لي كامل جام ونبدأوا ان شاء الله في وصفتنا عندي زوجكي سنتع بيسكوي يعني أنا هنا هذا الكاس الليولاني وكنزيد نجيب الكاس الثاني عندي كاس تعقوفريت كسرتوبرك بيدي عندي كاس تعكوكا ومحمص ومرحين متوسط عندي شوية حلوة التورك وعندي هنا الكاس الثاني تعالبيسكوي هاوليك بعد ما رحيته كنتم خليته يترحى ما بيد ما نبدأ عندي هنا ملعقة كبيرة تعكاكا وبوني مور ملعقة مع مرامليح ونخلط كامل هاد المواد الجافة مع بعض هنا البنت تقدروا تزيدون وات كوكو تقدروا ديروا الجلجلان تقدروا ديروا صابلي يكون عندكم قطايف محمصين الحاجة اللي عندكم تقدروا تضيفوها في هاد الوصفة اول حاجة هنا هنا ينبدأ وعندي ملعقة كبيرة تع مارغارين تكون طرية وعندي زوج ملعقة شوكولات الطلي لما عندها شوكولات الطلي تقدر تطم بالعسل تقدر تطم بالتوفيا كرامل اللي عندها تخلط يعني لكم الاختيار أنا هنا يا رحان نبدأ شوفوا اللي بنات كي نبدأ نجمع نحط زوج ملعقة شوكولات الطلي زوج ملعقة عسل نحطهم على مراحل ونبدأ نجمع في الخليط حتى نتحصل على خليط يكون الطري هاكذا نبدأ نحط بالعقل كل ما نشوفو خصني يعني السوائل نزيد يا إما ملعقة بتاع شوكولات الطلي يا إما ملعقة تعسل وانتوما إلا ما عندكمش تقدروا تديروا غير العسل هاكذا حتى نتحصل على خليط يكون الطري ما من المارغارين تقدروا تزيدوا يعني بشوية مع هذو المقادر وهنا نبدأ بهذيك الحشوة الرائعة اللي رايح نديرها لداخل هاد الوصفة ولهاد القطو عندي كسع جوز الهند ما حمصه ما رحيته ما ولو كي ما شريته وعندي هنا يشوفوا البنات اللي عندها حليب مركز محل تقدر تطم به اللي ما عنداش أنا وجدرت هنا درت ميتين جرام تاع شوكولات بيضاء مع تسعة ملعقة حليب حطيتهم على نار قليلة وقعدت تنذوب فيهم البنات انتوما كيف يش تديروا بدأوا تحطوا يعني ذيك شوكولات قطعوها وحطوها في كسرونا ولا تحبوا في حمام مائي معليش وبدأوا تحطوا لها في الحليب حتى تتحصلوا على خالط يكون نوعا ما شوية خفيف هكذا بعد كي يبرده وراح يتقال هنا البنات الثاني اهم حاجة ثانية انكم كي تبدأوا تحطوا في هاد شوكولات البيضاء ولا حطيتوا يعني معليش حليب مكثف محلة تبدأوا تحطوا حتى تطرع لكم العجينة واللي نوعا ما سائلة هذي تعالوا نوات كوكو تبدأ شوية نوعا ما وكأنها سائلة علاش نقول لكم علاش باش تخلوها تريح غير خمسة دقايق نوات كوكو بزا في تشرب بسواء انتو ما جروها اني نوري لكم هنا بلي ما زالي خصها هاي حنردها جارية وبعد نخليها غير خمسة دقايق شوفو كيفاش توليلي هاكذا لازم ما تجيشناش فتجي مع السلاكي تشكلوها وتيت تلصق في اليد أنا يوريتها لكم وما تتشققش وتكون معانا واش ده أول حاجة اللي بنت هنا ها حين نبدو نعملو كوار نشكلوهم لاحبتو توزنو تقدرو توزنو وزن 15 غرام والطبقة الفوقانية هذي كتاع اللي جي من الفوق تقدرو توزنوها وزن 25 غرام أنا هنا نكمل نوزن بنفس الطريقة هاني كملتهم كامل هذي الحشوة ونزيد هنا ونبدو نحشي في هاد القطو باش ما يلسق لكم شبرك في اليد لبنات المقادير مضموطة ما بين يعني العقدة وهذيك الطبقة الفوقانية يجيكم قد قد هنا نبدو نفتح حطيت شوية عمارقارين في يدي شوية فقط وندير يعني العقدة لداخل ونغلق ونكورها هذيك شوية عمارقارين يعني فقط باش ما يلسق ليش في يدي يعني هاد القطو هاهي كل ما نحسها يعني يدي نشفت ولو يلسق هذي الخالط نحط شوية عمارقارين ونكملهم كامل بنفس الطريقة اللي بنات نحطوهم يبردوا حوالي عشرة دقايق في المجمد حتى الأربع ساعة باش مبادكي نحطو القلاساج بالخف ينشفنه والنتيجة تكون سهلة يعني وين تصيبوا قطو اسهل من هذا والبنة ستقوني ما عندي ما نقولكم خليت هذك القطو بردلي مليح جبت ميتين قرامة عشرة كورا بالحليب حطيت لها زوج ملاعق كبار تعزيت ورايحة نضيف لها المكسارات اللي بنات هنا يليكم الاختيار اللي تحب تحط يعني الكوكا واللوز الجوز انتو ما واش عندكم فطار هاكذا أهم حاجة يكونوا محمصين مليح ومكسرين متوسط رحوهم يعني غير بالعقل غربلو هذك الرقيق باش ما يجيكمش بزاف فيه لداخل يعني هذو كل حوبة يبقى ترقاق يبقى لكم غير هذا المتوسط وحطوه نخلط مليح القطو كان بردلي ونجيب نحطو وندلو القلاساج عادي هاكذا كيكون القطو بارد يالبنات ستقوني ثم ثم يعني بالخف كيكون القلاس كيكون قوت لكم القطو بارد القلاساج بالخف يجمد لكم وصفة ساهلة وبنينا بنينا بنينا ستقوني من ألذ الوصفات خلاص هنكملهم بنفس الطريقة واللي حبت هنا تزينوا تزين كيما تحب تحبو حبا تعلوز ولا جوز وليكم الاختيار يعني كل واحدة تدير وش راهي حبا انا هنا كنت زينتوا بحبيبة تعلوز كنت مسحتها غير شوية بالناكخي هاكذا وكانت وصفتنا لنهار اليوم اجزا هاد الوصفة تقطع ستة وعشرين حبة دوكن جوزة باش نقسمها لكم وتشوفوا هاداك الحشو كيفاش يجي لداخل يعني حشو رائع قاطب بنين بزاف جربوه ان شاء الله رايحي يعجبكم في هاد العيد وستقوني من ألذ الوصفات يعني ما عليكم غير تبعوا الفيديو وتديروا وش قد لكم اهم حاجة لانواد كوكو تكون طريقة بزاف وكل ما تشوفوها تشربت زيدوا لها السوائل باش ما تجيكمش من بعد يعني مفتفتة شوفوا هنا نقسمه لكم يعني طبقة هادك نواد كوكو رائعة مع هادك اللي تجي من فوق وزيد لها الغلفة على الشوكولة ما عندي ما نقولكم وصفة استحق تجربة هذه هي غاليتي وصفتنا النهار اليوم تمنائك تحطوا لي جامل الفيديو ربي يسعدكم يفرحكم يهنيكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة